إذا من التحديثات العربية والعالمية إلى القدس ومحليا مجددا حيث نقل مدراء صندوق المرضى في القدس صورة قاتمة للأوضاع في ظل انتشار كورونا ففي تقرير نشير في كان الإسرائيلية نقلت تخوفات هؤلاء من انتشار أوسع للفيروس في شطراء المدينة خاصة بين الحريدين والفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية العظمى من السكان معنا عبر الخط الهاتفي من القدس الأستاذ مونير صغير رئيس لجان أحياء القدس الشمالية يعطيك العافية أستاذ مونير يعطيك العافية السلام عليكم عليكم السلام إذن انقل لنا حقيقة صورة الأنباء أو ما يصلنا من القدس غير مطمئن في الحقيقة بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين بالنسبة للقدس طبعا الموقع اللي أنا موجود فيه هو أحياء شمال القدس اللي يصلها عن داخل القدس حاجز وجدار الفصل العنصري وهي أراضي بلدية القدس اللي تابع القدس وعندنا في هذه الأحياء الشمالية سبعين ألف مواطن مقدسي إحنا في هذه المنطقة خلال 20 يوم كاملات ظهر عنا فقط ثلاث حالات من الإصابات والثلاث حالات موجودين في مستشفيات في مستشفى هداسة وعش عرية سيدك في القدس حالة أنه أحد المواطنين اللي زوجته من الداخل الفلسطيني واللي كانت مريضة في المستشفى وكان عندها وجه فهدى فوري تم إرساله من خلال سيارات للال الأحمر الفلسطيني لمستشفى هداسة في القدس الآن في حالة تانية أيضا ظهرت في أحد البنايات الشاهقة وإحنا في أننا في المنطقة 312 بناء من فوق العشر طوابق بنيت بلا رخص يعني بلدية القدس لم تعطي رخص على الناس ابنك يبدك وهي مسؤولة عن لو صار أي كارثة لأنه لم تفحص عندسيا إحنا في منطقة تفتقر للمعونة الطبية كتير كتير لا يوجد مستشفى طالبنا السبوع الماضي وتوجهنا بالتماس مع حكمة العدل العليا من خلال محامين جمعيات حقوق الإنسان على أساس أنه إحنا نعمل مستشفى يعملون مستشفى ميداني على الحاجز اللي لو ظهر أي حال تسلمها فوري لهذا المكان ولكن تعاوننا مع السلطة الوطنية مشكورة اللي طبقت النظام والقرارات اللي قامت بها وكل الاحترام وكل الاحترام مرة أخرى لأول مرة أنا أشكر بشكر كبير جدا إنسان زي الدكتور محمد جتين اللي هو رئيس الوزراء اللي أخذ قرارات مسبقة 12 يوم قبل ما نتنياهو يأخذ قرار فلذلك أن الضفة الغربية قاطبة تأخريبا إن خالي من الإصابات نتكلم في الخمسة مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية نتكلم عن 105 حالات منهم 18 رواحوا لبيوتهم وعافين منهم حالتين وفاة فقط واحدة في غزة واحدة إنها في الضفة الغربية عمرها 60 عام وهذه كانت أم لعامل اللي عاد من إسرائيل في قرية بده ونقل المرض لوالدته الآن في الضفة الغربية في هناك تفتيح عينين زي ما بنقول كبير جدا بداية في توعية الناس بأن الحجر هو العلاج البعد عن الاختلاط هو العلاج والناس عندنا التزمت في هذا الكلام لأنه هذا من أهم التعليمات بناءًا على أساس مؤمنة إيمان كبير جدا بأن الشعب البلسطيني ما فيش مستشفى لا يملك قدرة الإلاج لكنه يملك قدرة حماية نفسه ووقاية نفسه وكان هذا أفضل سلاح بأنه يكون هناك وقاية جيدة جدا بأن الناس ستأخذ التعليمات اللي للأحمر الفلسطيني وزع نشرات توعية تعاوننا إحنا وياه في توزيع نشرات توعية للناس كيف تم التعامل كيف تطهير إدين البواب كيف عدم ملامسة الأسطح كيف عدم المصابحة وصلت على الفكرة شكرا لك أستاذ مونير الصغير على كل هذه التحديثات ونقل الصورة من القدس إلزموا بيوتكم وابقوا في أمان شكرا لك